الأوراق من الأركانتة الأركانتة بالنسبة للمخطوطات الرومانية أو بالنسبة للحضارة الرومانية هي جزء كبير جداً بيدل على المحبة والسلام والتسامح لذلك أي عمود من الأعمدة الروخامية الموجودة على اليمين اللي هي جنب الأيقونة الخاصة بوالدة الإله السيدة العزراء مريم اللي بنطلق عليها أيقونة الجيو كاندا هبصت ألاقي هذه الأعمدة اللي هي موجودة جنب المقاعد الخشابية هلاقي هبص لها كده من فوق شكل الأعمدة من فوق أوراق الأركانتة رمز الحب والجمال والتسامح فإذن هذه الكنيسة الرائعة هي خلاص للنفس البشرية وأيضاً تعطيك رسالة المسيح وهي الحب والجمال والتسامح فعندما تنظر إلى أعلى تجد فل كنوح وهو رمز الخلاص خلاص النفس البشرية وعندما تنظر أيضاً إلى العمود الأخير تجد معجزة والدة الإله السيدة العزراء مريم عندما ظهرت في رؤية خاصة إلى الأنبى إبرام السورياني الذي جسده موجود على الأنبى على اليمين الرايت سايد الرايت بارت رفاة جسده موجودة إلى الآن والعمود التي ظهرت عليه في رؤية خاصة لهذا القديس موجود إلى الآن في هذه الكنيسة الكنيسة المعلقة وعندما تنظر إلى هذه الصورة الرائعة الولدت الإله العزراء مريم تنظر إلى أعلى هي أوراق الأركاندة اللي هي رمز المحبة والسلام والتسامح فتكون نهايتك وتكون النهاية من زيارة هذه الكنيسة خلاص النفس البشرية يبدو رسالة المسيحية في هذه الكنيسة الفنان القبط العبقري لما نحت هذه الألواح وهذه الأعمدة الرخمية ليست اعتباطاً وليست خرافة كل بقعة من هذه التحفة الفنية الرائعة لها شرح الألمان كتبوا عن الهيكل الخاص بالقديس يحنى المعمدان هات الشك اللي اتعرض الأخير بصوا حضراتكم أنا دلوقتي واقف جوه الكنيسة جوه الصحن هلاقي فيه ثلاث هياكل الهيكل العالمين الخاص بيحنى المعمدان فوق الهيكل ده هلاقي فيه قصة تعذيب يحنى المعمدان أنا كده واقف جوه في المنتصف وصادي على طول الهيكل الخاص بيه القديسة العزراء ومريم على الشمال فيه القديس سان جورج ماري جيرجيس اللي هو ليه دير رائع الخاص بيه ماري جيرجيس جانب برضو الكنيسة المعلقة ويعتبر ده مظار تاريخي أثري للعالم كله على اليمين جون بابتس يحنى المعمدان هلاقي فيه يعلو هذا الهيكل القصة تعذيب يحنى المعمدان وهلاقي أيضا سلبان موجودة هذه السلبان بيخرج منها نور ضوء أحمر قاني نتيجة إن السلبان اللي موجودة على هيكل يحنى المعمدان سلبان ذات اللون الأحمر القاني العاشق والمعشوق عندما تدخل إلى هذه الكنيسة في النهار تجد إن فيه شعاع نور بيخرج من هذا الهيكل الخاص بالقديس يحنى المعمدان ذات لون خاص وهو اللون الأحمر القاني فأنت كزائر بتجد إن راحة نفسية وطمأنينة بسبب وجودك في هذا المكان فيه عمود الخاص بالسيدة العزراء ومريم فيه باب صغير هذا الباب الصغير هخش منه هجد فيه ألواح زجاجية هذه الألواح مرسومة عليها سلبان وعليها ألوان مزرقشة لما هبص من فتحات صغيرة فوهة هذه الفوهة لما بص هلا هجد أن حصن بابليون وهنا أقول عن حصن بابليون اللي بنا مين؟ الامبراطور تراجان الدولة الرومانية هذا الحصن بناه الامبراطور تراجان عشان يكون رمز للحماية لهذه المنطقة من الأعداء الكنيسة المعلقة كانت تطفو على كمية كبيرة جدا من المياه وطبعا بواسطة المضخات تم شفط المياه الجوفية اللي كانت بتخرج من الأرض فهذا المنظر الرائع المتواجد داخل الغرفة الغرفة ديت اللي هي العزراء مريم قالت للأنباء السورياني أو بن زرعة قالت له أخرج من هذا الباب وسوف تجد هذا القديس سمعان الخراز هذا الرجل الذي كان يملأ القارورات للمرضى فأمسك به دي البوابة اللي هي البوابة الحديدية موجودة إلى الآن فين بالزبط هذه البوابة لما خش من الباب الرئيسي للكنيسة المعلقة هلاكي الأيقونة السيدة العزراء ومريم جيوكاندا همشي هلاقي فيه الشمع أمامها همشي آخر عمود قبل ما خش على القديس يحنى الهيكل الخاص بالقديس يحنى المعمدان آخر باب الخاص هبص كده على طول هلاقي فيه سورة السيدة العزراء ومريم بواجهها على العمود ولاقي فيه سلبان ده نتيجة المعجزة وظهور السيدة العزراء ومريم لهذا القديس الأنبى إبرام السورياني بن زرعة هخش على الباب ده اللي هو الباب الحديد اللي قالت له ادخل إلى هذا الباب وسوف تجد هذا القديس لما خش البوابة ديت هلاقي فيه فوهات هبص على الفوهات هلاقي فيه حصن باب اليون الرائع منظر رائع منظر أسري رائع ان انت على سطح أعلى سطح الأرض 13 متر موجود هذا الصرح اللي هو الكنيسة المعلقة ما فيش مكان أسري في العالم موجود في كريبت كريبت اللي هو المكان الذي اختبأ فيه رب المجد يسوع المسيح وزهاب العائلة المقدسة ودي نتيجة أهمية هذه الكنيسة زهاب العائلة المقدسة المكونة من واللة الإله السيدة العزراء مريم القديس يوسف النجار والطفل يسوع بدخولهم إلى الكنيسة المعلقة كانوا بيأكلوا من أوراق الأشجار النخيل هذا هو كان طعامهم أوراق أشجار النخيل اللي هي في نفس الوقت هذه الكنيسة مبنية على فروع أشجار النخيل وأيضاً لما بص في صحن الكنيسة وبص إلى أعلى هلاء جزء خشبي رائع اللي هو فلك نوح فإذن هذه الكنيسة تعتبر مصدر بركة لجميع أفراد شعوب العالم ليه؟ أولاً بيوجد فيها الكريبت الخاص بالعائلة المقدسة اللي اختبقوا داخل هذه الكنيسة المعلقة لمدة ستة أشهر خوفاً من بطش الملك يرودس عندما أصدر قرار بقتل الأطفال الصغار ثانياً الأشجار اللي موجودة حالياً في الكنيسة المعلقة وخصوصاً في الجزء الخارجي لما خشت من بواب الرئيسية اللي هي على الشارع ماري جيرجس لما خشت ألاقي فيه أشجار هذه الأشجار أشجار النخيل دي الأشجار أنا زاكلت منها السيدة العزراء ومريم وأيضاً الطفل يسوع والقديس يوسف النجار ترجمة نانسي قنقر